يسأل يقول هل الإنسان إذا جاء يتوضى ممكن أن يرش رجلة في الهوز دون أن يدلك علي بارك الله فيك أولا بالنسبة لدلك أعضاء الوضوء سنة في قول جماهير أهل العلم واجب عند بعض العلماء وعند بعض الفقهاء وهو مذهب معروف هذا من مفرداته على أن الدلك في الوضوء واجب والراجح أن الدلك في الوضوء سنة وبالنسبة للإنسان إذا مثلا رشاش الماء أو الهوز وضعه على رجله معلوم بأن الرشاش فيه يعني الماء يخرج من خلال ضغط هوائي فيخرج بقوة هذا أشد من الدلك فما يحتاج الإنسان إذا وضع الهوز حوز الماء أو رشاش الماء على قدمه أنه يدلك لأن الدلك سنة كما ذكرت وهذا الهوز يقوم مقام الدلك وزيادة فما في داعي بارك الله فيك إلى الدلك ترجمة نانسي قنقر